أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى عزيزية المشاهدين آخر أعضاء فريق التحليل في قناة النادي الأهلي لهذا الشهر اللي أيضا تعب معنا كتير خلال هذا الشهر منذ بداية البطولة وحتى الآن وتقريبا كل الكلام اللي قالوا من بداية الشهر أو قبل بداية البطولة حتى دلوقتي دلوقتي هو اللي حصل قال لك واحد من الاثنين يا فيكتور جومز يا أليوم هو اللي حيحكم المباراة النهائية كابتن سمير عثمان خبرنا التحكيمة كابتن سميرز يا حضرتنا الحمد لله يا زكاة مستوى الحمد لله يا رب الحمد لله يعني أولا الكلام اللي حالي كنا بنتكلم فيه لو تفتكر في بداية البطولة ومن قلت إن واحد من الثلاث حكام دوله إيريك أو أو فيكتور جومز أو فيكتور جومز أو أليوم أليوم واحد فيه ما قلت لها حيحكم المباراة النهائية بالضبط وبالتالي إيه اللي خليك تبقى مقتنع الأول قبل ما أتكلم على ضربات الجزاء والكلام دولة بص بمستوام الفني في بطولات أفروكيا الشامبيونز دي وكاسة عاد أفروكيا علاوة بقى أن أول مباراة لعبوها في البطولة برضو الثلاثة كانوا مستوام مميز جدا مع الإضافة ممكن نضيف عليهم طبعا ردوان جيد من المغرب بس كانت كل الاتجاهات والمؤشرات من وجهة ناظر أنا فنية أليوم لعب مباراة الافتتاح حمصر وزنبيو كان رائع لعب مباراة كبيرة جدا بعد كده المغرب وكون ديفور كان عامل مباراة كويسة جدا وفيكتور جميز نفس الكصة اللي رجح يعني كافة أليوم إلى حد جديد خبرة خبرته برافو عليك لأن أليوم حكم قديم من زمان بيحكم الشارك في 2014 ومن ضمن حكام المؤهلين لكاس العالم كان في 2014 بعد كده اختفى سنتين ثلاثة بس الغريب يا كابتا الإسلام بقى في المباراة بتاعت النهاردة أن أليوم مش من ضمن الحكام النغبة المرشحين لكاس العالم يعني عارسود 2020 بجد والله احنا عندنا فيه خمس حكام أليوم مش من ضمنهم بس أعتقد بعد المباراة بتاعت النهاردة والمستوى الفني بتاعه أعتقد أليوم يرجع تاني للترشيح طيب أليوم النهاردة كان في صراحة أليوم النهاردة يعتبر أقل لمباراته الفنية أقل أه فعلا بس ده شيء طبيعي بس هو نجح برضو شيء طبيعي مباراة نهائي النهاردة أليوم كان إيه يعني بنقولها كده لعبت الكرة يفهموها نسلم ده نقوي لحكم الفرنساوي الفي ار الحكم ايه الفرنساوي يعني لا مش فهمها يعني ايه حكم فرنساوي للفي ار احنا عندنا طاقم الحكام النهاردة قالوا من 3 حكام من الكاميرون ومعهم الحكم الرابع ايرك من الجابون والحكم الإضافي الخامس اللي هو بتاع المساعدة الحكم وليد من السودان اللي هو الحكم الاختياطي وحكم الفي ار من فرنسا فرنسا نعم وحنا في بطولة كاس الأوم الأفريقية مش في بطولة كاس الأوم الأوروبية بص vorنا أقول لك حاجة لا مش فهمها وبعدين هو أنا مش يعني أنا عارف أنه هو خلال المبارايات اللي فتت بس أنا قلت حاسبها للمباراة نهائية أنا عارف أنها للمباراة هل مش كان فيه معسكر تقريباً لحكام الـ VR قبل بداية كاس الأمم كان في جنوب أفريقيا بربو عليك بالضبط كان فيه معسكر من حوالي شهر ونص كده من حكام عشان يجيبوا فرنسوين هولنديين ما هي دي أعلم تستفهم دي أعلم تستفهم خدوا كل الحكام المشاركين في البطولة في معسكر جنوب أفريقيا عشان الـ VR ده مش كده وبس في كاس العالم للناشئين اللي تعمل في بولندا خدوا برضو حكام زي جهاد وبكاري جسامة وباملك خدوهم كحكام VR في بطولة بولندا أنا كنت متوقع أن الحكم الـ VR بل بطولة أفريقيا ده كاس العالم ممكن يا كابتن لكن كاس أفريقيا ده خدوهم للتدريب عشان البطولة دي أنا كنت متوقع يا كابتن إسلام أنه بحكم الـ VR طبعا حكم أفريقيا خاصة زي ما حضرتك قلت غريبة جدا أنه كان في معسكر في جنوب أفريقيا معمول فالنهاردة الحكم الفرنساوي كان ليهدور كبير جدا النهاردة في راكلتالي الجزاء السينغال كان عم محتاج راكلتالي الجزاء في الشرط الأولاني واحتسبها بالفعل لا في الشرط الأولاني ولا التاني لا في الأولاني هم كانوا معاوزين واحدة فبتاع الـ VR برضو قال قال يوم لأ الكورو ما فاشي حكمل نيجي بفي الثانية بقى السينغال الأولاني دي واضحة ما فاش اختلاف يعني نيجي في الثانية التانية بص يا كابتن إسلام ما فاش أي نوع من أنواع التعمد أعوزين نوضح أنا في البرنامج ده أما تكلمني على التعديلات الجديدة أنا وحضرتك وتكلمني فيها تاني برضو الخاصة بالأمسة اليد الأمسة اليد يا جماعة خاصة فقط بالمهاجم بالمهاجم إنما المدافع لأ يعني المهاجم زي ما اتفقنا لو جات من غير قصد أو بقصد ما فاش حاجة نيجي النهاردة بتاعت المدافع يا كابتن إسلام لو شايفين على الصورة الصورة دي رائعة طبعا اللعيب وبيلعبها وبعد كده الحكم هو راح غرفة الفي ار بص يا كابتن غرفة الفي ار هتلاقي الحكم اللي قاعد رقم اتنين ده هو ده الفرنساوي اللي هو كان النهاردة بيدير المبارة من برة النهاردة قال يوم حسب ركلة الجزاء بعد كده حسب حسب منتها الهدوء والسق لأنه هو قريب منها قوي ها وشايف هو من وجهة نظره طبعا شايفها طبعا ووصق منها أما حكم الفي ار كلمه الأول قال يوم ما تردتش انه يطلع برة إنما لو قال يوم كان وصق من قرر ركبتن إسلام كان ممكن ما يطلعش ولا يطلع يشوفها بس أما الحكم الفرنساوي قال يو تعالى شوفها طلع وفيه مناقشة ما كملتش ديئة بعد كده قال يوم طلع ورجع بس هكذا أنا النقطة دي بالنسبالي معلش عشان أنا برضو الكرة دي طبعا الحمد لله أنا الجزائر كاسب وكل الكلام دي كله ولكن في نهاية احنا بنتكلم على إيه اه أنا عايز بس حتى اللي أشوف مشانا عارف نعملها لايف لا لا أنا ممكن نعملها لك لايف دلوقتي تعالي يا سميل لو سمحت أنا بص يا كابت سميل يعني برضو في الكرة دي وخليني برضو هي مش بقيلة لأن أنا عادت فيها كتير قوي وتفرقت على العادة كتير معلش يا سميل أنا حاقف بقى هبهدرلك الدنيا بس معلش نحاقف هو كابت سميل هو واقف كده تمام خلاص الكرة وهو بيلعب هو واقف كده هو واللعيب جايله من الناحية دي معلش أنا مفيش نوره على بتاع بس معلش فالكرة جاي من الناحية دي هو عامل كده منازل بإيده أو يعني ينزل برجله وجيب إيده يعني رايح للكرة نص هل دي يعني أنا دلوقتي الكرة كده وقمت انا عامل كده بس انت وانت وقف كده واللعيب بتاع سنغال بيلعب تمام ماشي على طول أول ما ابتده بيلعب بالعرض شيء طبيعي شيء طبيعي اللعيب بتاع الجزائر الخاص من تاني هيعمل كده لا يمكن هيبقى عامل كده بس مش هنزل لتحت هم برضو يا كابتل لو نشوفها ما زلش التحت لأنه هو بيلفي بجسمه اللي بتاع سنغال بيلش بسرعة بعد كده بالعرض علاوة بقى عندنا في حتة مهمة جدا المسافة المسافة قريبة جدا اللعيب بتاع سنغال بيلعب الكرة بالعرض يعني بيلعب الكرة بالعرض لا بس مش قصد اللي نشانها في ايده يعني هيبقى محالة اه انا بقولك يعني عشان كده عشان كده دي ما فهاش تعمد عشان كده الحكم امر ايه بعد كده ما رجع للفي ار امر باستمرر اللعب يعني بقى لك السوق مع كرر في ار مش مع كرر اليوم مع كرر اليوم بس في الاخر اليوم برافو عليه اقتنس امتصل للكرار وفي الاخر هو صاحب المسئولية يعني اللي هتحسب ساقه كده او كده هو حتى لو كان قال له غلط اه هو برضو اللي يطلع هو صاحب الكرر ليه لان الاتحاد الدول اللجنة الايفاب قدت احققية للحكم انه يطلع يتفرج على كرة بهدوء اه لان ما بقاش بقى القرار في الثانية والكلام بتاع زمان ده بقى لا اطلع وبص وقف وقف واشركوا بات شيء اه يعني لو يا كابتين اسلام اللي كرر ده خطأ مش حكم الفي ار اللي هيعدوا عليه اه بيروحوا لاليوم طبعا لان انت انت في اللايف خدتها بعد كده ما طلعت بره شفتها بهدوء مرة اذا الهليك مع قرار الفي ار طبعا طب ايه شايف حديث ان هو فنية النهاردة مكانش كويس ايه الاخطاء اه اللا الناردة مش الاخطاء بس اللي هيدا انا معناش لايف طبعا لكن معليش اه هو النهاردة اليوم نجح بالمباراة كان مباراة نهائية انما النهاردة كان ادار المباراة ادار برافو عليك ده المباراة بترأي كويسة بس النهار ده يا كابتن اسلام كان فيه احتكاكات كتيرة جدا التحامات بس كتير يعني فيه كورة بتاع ساد يومينيه ساد يومينيه اللي في الاخر ده ده احمر على طول يعني اقل حاجة لازل تدي اي كارت ومداش حاجة مداش حاجة فيه كور كتيرة جدا طبعا ده اسلوب برضو تكتيك من الجزائر بس في النهاية كشكل عام البطولة نكحة تحكميا وعاوز بقى المباراة ده دخلة في التاريخ بالنسبة لحكام يا كابتن اه انا عندنا نهاردة تكون حكام تلاتة كاميرين من الكاميرون الحاكم رقم اتنين افرست افرست ده من دولة الكاميرون تخيل ده البطولة رقم كام ليه في بطولة ام افريقيا كام؟ بطولة تمنة يعني ابيض تمن بطولات تمن بطولات في 16 سنة يعني؟ اه اللي عنده كام سنة؟ خلق خمسة اربعين اه رقم اتنين بقى تالت نهائي يلعبه اه طبعا حاجات لعب كاسعالم طبعا انا لو من راجل ده بصراحة النهاردة بعد بطولة اه 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 خمسة اربعين سنة ولا يروح يكمل ولا حك فيها كده بصراحة اه يعني بصراحة وخلي بالك سدي قوي جد طبعا تم بطولات صعبة تم ده ولا لعيب ولا حكب ده مدرب ما قدرش يعملها ده حتى لو مزيع معطيقاتش بطولة كويس اه فالمعلومة دي اللي هلي بصراحة حكم من مصر اسم محمد اه ربيع بس هي معلومة حلوة جدا اه طبعا بصراحة ان مساعد حكم يلعب تمان بطولات وبعد كده يلعب تلاتة نهائيات ومشارك في كاس العالم اه اه فاعرف من ضمن برضو النهاردة برضو بالصدفة ان الطقم كله هكام تين اسلام بيتكلم فرنساوي التلات حكام من الكامل اه فرقتين المنتخبين ببرافو عليك وفرقتين فرنساوي ممكن ده يكون رجح انا قلت ده اللي رجح والحكم الفيار كمان فرنساوي انا قلت ان انا قلت ان انا قلت ده رجح اليوم على جوميز اه بقى يعني النقطة من النقاط عشان برضو طبعا العمل الفني مهم جدا اه طبعا طب كابتن سامير من وجهة نظرك يعني هل بتعتبر ان آليوم وجوميز وآلك دول افضل ثلاث حكام فيه وكابتن جهاد الحياة برضو قدم وامينة عمل ماشي كويس وبرهيم الحمد لله رجع ماشي كويس اه يعني كلهم الحياة لكن هل دول افضل ثلاث حكام من وجهة نظرك ولا فيه واحد بقى مفاجئة يعني بالزبط انا المفاجئة اللي بالنسبالي اه فيكتور جوميسو المفاجئة بالنسبالي رادوان جيد من المغرب اه 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 برضو بطولة رائعة آليوم بطولة رجعته تاني للمصاف بتاع حكام النغبة اه اه ارزاق اه ده وحبيبنا يعني طبعا اسمه آليوم سامير واسماء اه اه علي اه اصل اه اما كنت ما افضلت امه افراكية ابل كده كان في كودفور قال لنا اسمي علي اه يعني هو علي علي بس في الكامل بتتنط آليوم بصراحة عمل بطولة كويسة اعتقد هترجعها تاني من ضمن الناس المرشاحة باذن الله الكاس العالم في الفين اتنين وعشرين ان شاء الله فانت شايف ان التلات حكام دول هم الافضل بالزبط وعاوز اقولك كمان انا شايف بصراحة البطولة دي تحكمية ايوا بصراحة ما تقلش عن تسعة من عشر تسعة ونص من عشر ياه اه بسمعناش بني وبينك صح يا علم يعني حاجات كتيرة خواطر حصلت او خار حاجات خطر اه وانا شايف اللي رجع النقطة دي يا كابتن السلوك الرائع للعيبة اللعيبة كلهم كانوا محترفين ومحترمة وسنغال وجزالين نهاردة حاجة جميلة جدا حاجة اخلاق اوروبية انت بتتفرج عليها كابت سامير شرفتنا ونورتنا ودايما متقلق وبشكرك جدا على هذا الشهر استفدنا منك كتير ودايما بستفيد منك كلامك دايما بيطلع صح يعني نرجع بقى تاني للحكام الاجانب على رأيك الحكام الاجانب لا بس المقاولين مصريين والاجانب المقاولين والاقل لا اهبوا مصريين متأكد بس اهوه اسألك سأل بقى مصري الالي والزمالي الجهة بحكام الاجانب على القانون الالقديم ولا الجديد على الالقديم على الالقديم او حلو ما انت حضرتكلمني في الموضوع يوم التلات بقى او يوم الاربع ان شاء الله نتكلم في هذا الموضوع انا بشكرك جدا يا كابت ساميرو على هذا الشهر الحقيقة شهر كامل من التعب ولكن في النهاية اه اه ادرنا نستفيد منك والناس الحقيقة شكرا جزيلا يا كابت ساميرو شكرا جزيلا انا بشكر حضرتكو شكرا جزيلا كانت النهاردة نهاية حلقة او نهاية حلقات كان 2019 من يوم اه تسعتاشر او من يوم واحد وعشرين سبعة ستة وقررت ادارة القناة احنا نطلع غالبا كل يوم نتكلم عن بطولة كأس الامم الافريقية انا بشكر كل الناس الحقيقة القائمين واللي كانوا موجودين معايا خلال هذا الشهر معايا ومع كل الكرول الموجود سواء خلف المصورين خلف الكاميرات سامير المخرج سامير عوكاشر المخرج داكروري الاخراج الخارجي عمر ربيع يسين طبعا من اسبانيا كل الناس انا مش عايز انسى اسماء حد الحقيقة ولكن كل اللي اشتغل خلال هذا الشهر كان بيحاول ان هو يؤدي على اكمل وجه نحمود سعيد وحشام حيسن وعطف جبر وحازم وديك ورهام كل الطاقم الاعداد اللي كانوا معانا بشكرهم شكرا جزيلا ويعني اتمنى باسمي بقى او يعني انا اللي بتكلم دلوقتي امام حضراتكم كل الناس كل الناس دي تعبت جدا خلال الشهر دا علشان تطلع لحضراتكم حاجة تليق بجمهور النادي الاهلي وتليق باسم قناة النادي الاهلي انا في الاخر اللي ببقى قدام حضراتكم ولكن الناس كلها تعبت وتعبت اكتر مني بكتير جدا 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 خلال هذا الشهر انا بشكركم ان شاء الله بقى نبتدي نرجع مرة اخرى نشوف المباريات القادمة مباريات الدولي عندنا مباراتين مبارات المقاولين يوم الاربع هكون مع حضراتكم ان شاء الله يوم الثلاث سبت وحد واثنين بقية البرامج هتبقى شغالة لكن ان شاء الله يوم الثلاثة انا ارجع مع حضراتكم مرة اخرى انا اتقم الاعداد بتاعي بشكر حضراتكم شكرا جزيلا الف الف مبروك للمنتخب الجزائري ويجب الاصلاح الاداري خلال الفترة القادمة هننتظر ايه اللي هيحصل خلال هذا الاسبوع من الممكن ان نرى مفاجآت في الشكل كرة القدم او في شكل ادارة كرة القدم خلال هذا الاسبوع كل الامنيات الطيبة لكرة القدم المصرية بشكر الجمهور المصري على اداءه خلال شهر كامل في البطولة بشكر الحقيقة كل القادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة اللي كان سند وظهر في كل او طوال ايام البطولة من ابتداء من شهر واحد اللي فات لغاية اول يوم في بداية البطولة او لغاية اخر يوم في نهاية البطولة سند وظهر الحقيقة جامد جدا الكل الريس ورئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بشكر استاذ محمد كامل شركة بريزنتيشن عاملة مجهود رائع جدا 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 محمد فضل مدير البطولة كوادر ادارية جديدة شابة نتمنى ان احنا نراها كل الناس اتمنى ان انا ما كنتش نسيت حد ولكن كل الناس اللي اشتغلت في هذه البطولة انا بشكرهم شكرا جزيلا كل المسئولين اللي سندوا هذه البطولة شكرا جزيلا لكم ان شاء الله الفترة اللي جاية نجد افضل من كده مليون مرة كمان من الناحية بقى الفنية والادارية واشكركم اعزائي المشاهدين ان شاء الله التقي مع حضراتكم بقى نرجع مرة اخرى لملعب الاهلي يومة ثلاثاء القادم ان شاء الله تبقى حلقة جديدة من ملعب الاهلي اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة